اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزيزي المشاهدين خليني ارحب بضيفة وضيفة حضراتكم فيها الجزء الاخير من ملعب الاهلي اليوم بعد مباراة هامة جدا استطاع نادي الاهلي ان يفوز على مصر المقصة بثلاثية مقابل لاشئ خلينا نشوف اهم الحالات التحكمية مع نجمينا النهاردة كابتن سامير عثمانا كابتن سامير مشرف ومنور وتقريبا الكلام اللي حضرتك قلته ان كل ما يجي الهدف بدري والنتيجة والهدف التاني كمان بيسهل مهمة طاقم التحكم بالضبط اللي احنا قلنا قبل المباراة انا وحضرتك اطبق تماما في المباراة ودي اللي سهلت مهمة عشور النهاردة وطاقم الحكام المعان الحالات اللي عند حضرتك بقى النهاردة بص ثم ست حالات تلات حالات في الشرط الاولاني قصد التعليف طالع ست حالات بظلط المباراة سهلة المباراة سهلة تحكمية تسهلت بسبب الاداء بتاع النادي الاهلي مصبوط في الشرط الاولاني من وجهة نظر يعني وفرت سيطرته فخلاص خلاص المباراة ماشية بواتيرة واحدة يعني تمام خلينا نبدأ بحالات اللي اللي معانا النهاردة كابتن سامير عثمان جاهزين يا سامير طاقم الحكام هنقوله بسرعة محمود عشور الحكم الدولي مع أحمد توفيق طلب يوسف البساطي ومحمد حسن حكم إضافي ومع أسما اسماعيل حكم إضافي آخر والحكم الرابع محمود رجلي طبعا محمد حسن أفضل حكم في العالم من أفضل خمس حكام في العالم كرة خمسية وجنهني طبعا على نهاية كاس العالم اللي لعبه في الأرجنتين تمام كرة خمسية هذا الطاقم التحكيم أول حالة كانت في الثانية تلاتة وثلاثين في الثانية تلاتة وثلاثين بص يا كابتن دي كرة اتلعبت لعيب النادي الأهلي بيرجع الكرة بس ما فاش تعمدوا أن يرجع الحارس المرمى هو بيستخلصها بالضبط كده هتلاقي حارس المرمى بتاع النادي الخدها ولعبها ده تركيز أنا ليه جابت دي في الثانية تلاتة وثلاثين أما الحاكم يركز في بداية المباراة مهم جدا ودي كان لها نتائج بعد كده يعني كرة زي دي لو الواحد مش مركز ممكن يفتكن اللعيب مرجحة تعمد لحارس المرمى فتلعبها راكلة حرة غير مباشرة طبعا هنا قرار سليم من محمود عشور مفيش هنا أي أنواع من التعمد هو بيستخلص الكرة من لعيب المقصة تمام حالة تانية فضل يا كابتن حالة تانية طبعا هنا في قفز ومسك على لعب النادي الأهلي أجاية تمام هنا يعني بص هو مسكه بأيدي ممكن يقول لك هو اللي راح بجسمه لا ما هو اللي راح بجسمه بس في إدل الاتنين اتنين حضناه طبعا كان لازم يبقى فيه راكلة حرة مباشرة لصالح أجاية لعب النادي الأهلي دي لم تحتسب دي لم تحتسب نعم تمام فبداية اللقاء يا كابتن إسلام أنا قلت لحضرك حاجة عشان نظر أحسب الحكم إمكانياته هي المشاكل والأحداث اللي داخل جول 18 النهاردة محمود عشور جات له حالتين داخل منطقة الجزاء حالة في الشوط الأولاني في الدقيقة 45 وحالة تانية في الشوط التاني في وسط المباراة ياريتنا بدأ نشوفها حالة صعبة جدا من أصعب الحالات اللي شفتها في حياتي التحكمية الحالة دي بص كابتن عشور قريب جدا لعيب بتاع المقاب بص نتفرج عليها هنا بقى كابتن نتفرج تمام نعم تزي ما حضرك شايفها احنا عاوزين نحط بقى حاجة هنا هل لعيب النادي الأهلي خبط لعيب قدمه الشمال خبطت قدم لعيب بتاع نادي المقاصة تمام ولا في نفس الوقت هم بيلعبوا كان لعيب بتاع المقاصة حاطت رجله على الكورة أنا لسه كنت أقول لحضرتك أنه لعيب مصر المقاصة هو اللي راح للكورة يحط رجله وحاطت رجله وحاطت رجله بقى الكورة صعبة جدا كورة صعبة جدا اللي يمشي مع قرار عشور في الكورة دي حاجتين مركزه التمركز اللي هو ووقف مباشرة لعبة من الحالات الصعبة لعبة جدا من الحالات الصعبة للأسف ما تعددش في المباراة أنا برضو استغربت لم تعددش بص يا كابت هنا طبعا مش باين هنا حاجة خالص بس أنا همني تمركز عشور بص عشور ابتدى واخد كيرجو شمال شوية لعب الالي اللي قدامه ده مش قافل عليه شوية لأ بس عشان كده عشور برافو عليك عشان كده عشور كمان جي شمال بص عشور ابتدى ييجي شمال عشان يو جدلو زاوية رقب تمام عشور كان قريب جدا وشايفها كرة صعبة جدا جدا كابتن إسلام سيبك طبعا من اليدين يدين ده احتكاك عادي هما الاتنين هنا بس بص بقى الاتنين الاتنين بيتنافسوا على الكرة كرة صعبة يعني احنا بنتفرج عليها كرة صعبة جدا جدا حكم لو مسافة بعيد يحسب ركلة جزاء لعيد بتاع المقاصة ده مثلا لو عمل بأي حرفة ضعروا هنا للحارس المرمى اللي محمد الشناو مش مشكلة اه مش مشكلة انا هدخل منطقة الجزاء تمام فكانت حالة صعبة امشي مع عشور في الكرار فيها لسبب تمر كوزو ولصعوبة الحالة وبرضو رد فيها اللعب بتاع المقاصة بص ام عادي جدا ام عادي نرجع تاني يا سمير لو سمحت بص هم الاتنين بلعبوها في وقت واحد الاتنين لعبوا الكرة في وقت واحد يبقى خلاص نمشي مع قرار عشور في الحالة دي كرة صعبة جدا نمشي فيها مع عشور بص يا كابتن الاتنين ده بيلعب الكرة والتاني برضو الرجل الحمرة اللي فوق بتاع المقاصة بتشداء برضو زقاها تمام كرة صعبة صعبة جدا صعبة جدا اه اذا نمشي معك قرار كابتن بحمود عشور الحقيقة انا شيء انا لان انا واحد الاتنين وصلوا للكرة واحد رجله فوق بص يا كابتن بص بص اللي شاط الكرة واللي فوق بالبوز هي الكرة صعبة هي الكرة صعبة لكن هي انا باللعبة دي لو رجعها لكده ما فيش حاجة ما فيش اي حاجة فيش اي حاجة خالص بس كنا لازم نجيبها يا كابتن اسلام عشان لبقى في حيادية وبرضو ندي برضو الحاكم من الكرة صعبة صعبة جدا هو شايفها لانها في الملعب خلي بالك تباني افضل مني ومنك بالزبط افضل مني ومنك تحية كبيرة لكابتن محمود عشور في هذه اللعبة كرة صعبة جدا جدا ولكن هي وضحت كده وضحت انه رجل شميل سبكلي اعتقد فوق الكرة وياسر ابراهيم بيزوك الكرة من تحت عارف يا كابتن الكرة دي هتبقى ضربة جزاء امتى لو رجل بتاع العبي النادي الاهلي برضو كانت فوق صح لو الكرة كانت فوق او رجل تاني تحت بالزبط او رجل شميل سبكلي تحت هيا الجميل هم الاتنين مش ولا تحت مع بعض ولا فوق مع بعض هم الاتنين على الكرة واحد من الكرة واحد من تحت الكرة وبالتالي اذا هي ليست ضربة جزاء ضد النادي وتحية وتحية وتميز لكابتن محمود عشور في هذه اللعبة فضل الكرة اللي بعد كده عندنا بقى كرة دي دي مش دي خطأ من عشور طبعا نعم طبعا دي خطأ من محمود عشور لو شافها دي اقل درجة ممكن بقى فيها انذر بس نتفرج عليه عرف دي يا كابتن دي تهور دي تهور دي تهور بس بس رجله فين بس رجله الشمال بس رجله شمال بس دي بقوة اكبر دي لازم رقلة حرة مباشرة وانذر طب بس يا كابتن اسلام امتى تبقى طرد بقى امتى تبقى طرد لو رجل اليمين بتاعت لعيب المقاصة اللي اثنين جايين من وصب الطيران زي ما بنقول من اما طبعا دي رقلة حرة مباشرة وكان لابد كان لازم بسبب التعور دي الحالة الرابعة طيب الحالة اللي بعد كده اذا من المفترض اللي يكون هنا كانت اصفر لعب نادي مصر المقاصة ولم يحتسبوا كابتن محمود عشو هنا طبعا لعيب المقاصة بيطالب براكلة جزاء نقدر نتفرج عليها بالضبط نقدر نتفرج عليها لعيب بتاع النادي الاهلي بيلعب الكورة الاتنين حطين رجلون مع بعض تمام هسأل سؤال لحضرك كابتن اسلام انت طبعا لعبت كرة هل هنا فيه اي تلامس لا مفيش تلامس نعم ولا فيه احتكاك أصلا طالما ان مفيش تلامس وفيه احتكاك وواحد بيطالب راكلة جزاء دي يبقى سيميليشن وراكلة حرة من غير مباشرة وانزار انما لو فيه احتكاك بالكرة هما الاتنين استمر اللعب من غير انزار يعني انت حتكاك بتدخلها في مطقة سيميليشن اللي هي خداع للحق طبعا طبعا بس الاتحاد الدولي جي سهل شوية قالك لو فيه احتكاك لو فيه احتكاك هما الاتنين مع بعض يبقى لازم استمر اللعب انه في كرة دي مفيش احتكاك يبقى لازم راكلة حرة غير مباشرة وانزار على لعب نادي مصر مقاصة رقم 11 تمام اخر رحالة اخر رحالة طبعا هنا فيه قرة اتعاملت بالعرض محمود حسبها من وجهة نظر هنا لمسة يد على حسين الشحات في الاعادة هنشوفها من فيش لمسة يد بالعكس مع محمود فضل الشحات فضل ايه يعني بيعدل جسمه عشان ما تجيش بس هي خطعت محمود طبعا برضو الحاكم من بيخطأ في المباراة خطأ أو اتنين مش مؤسرين بص هي كابتن هي بص ويده بعيدة صح طبعا هنا محمود خدها ايه يعني بحس كاروي شوية وكان بيلعب باك رايت ولا باك ليفت باك رايت وشوية باك ليفت ولا باك رايت ولا باك ليفت ولعب باك رايت وباك ليفت ولعب قليل جاب زمالك ولعب كل حاجة عشان كده حسب هديمي غلط النهاردة تمام اذا هي ليست لمسة يد لصالح أنا بس يا كابتن اسلام في نصيحة بس لرمضان صبح النهاردة باحد أحرز الهدف نزل الشراب وطلع واقل الساق اللي هو الشينجارد تمام ما يعملهاش تالي ليه طبعا انظر مهمات اللاعب ايه يا كابتن لازم واقل الساق ده قانون طيب ما ينفعش هو قلع واقل الساق حطه تالي لا خلاص انت قلعت ويبقى ده غلط فعلا دي نصيحة لي ما ينفعش دي زي بي تي شيرت دي زي زي تي شيرت المهمات اللاعبية انت في تي شيرت في شورت في شراب لغاية الرجبة معاها تحته ايه واقل ساق انت أثناء المباراة ما بقاش في واقل ساق يعني نصيحة لي نصيحة لي في مستقبلا هو طبعا لعب شاب عنده طموح كبير جدا ياخد باله من كرة زي دي ان شاء الله كابتن سامير انا بشكرك شكرا جزيلا النهاردة ما كانش في حالات كتيرة ان شاء الله انا تمنى ان دايما ما يبقاش في حالات كتيرة انا بشكر حضرك شكرا جزيلا كابتن سامير على وجودك معنا النهاردة وان شاء الله حلقات قادمة تكون ما يوجود معنا فيه بإذن الله شكرا جزيلا لكابتن سامير عثمان اخيرا مباراة هامة جدا ثلاث نقاط استطاع بيوم من نادي الاهلي ان يفوز على او ثلاثة اهداف استطاع بيوم من نادي الاهلي ان يفوز بيوم على مصر المقصة ويصعد الى المركز الثالث وبثلاثين نقطة في خطوة مهمة جدا لعودته الى الصدارة مرة اخرى او المنافسة على الصدارة مرة اخرى بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وان شاء الله الايام القادمة نكون فيها مع حضراتكم ونبدل دايما كده مرسوطين وفرحانين بأداء النادي الاهلي ولكن ما هي الا خطوة اولى لصالح النادي الاهلي نتمنى ان تكون الخطوات القادمة مثل الخطوة الاولى بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وان شاء الله يكون مع حضراتكم مرة اخرى يوم السبت القادم وملعب الاهلي في تمام الساعة العاشرة والنصف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة